موسيقى 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 السلام عليكم اللغة الإنجليزية نستكمل مع الصور التالية موسيقى طبعا فيما سبق رأينا الصورة this is a table ثم بعدها this table is here this table is here this table is here this table is here إذا نقول it is here this is a table it is here هذه الطاولة إنها هنا this is a table this table is here this is a table it is here لما تنعود الجبلة التانية تنقولوا بش منعودوش الجملة التانية لفي التكرار ديال إذا نقول إذا نعوضو بهد إذا نقول إذا نقول تماما ثم نقول إذن حتى لا نعيد هالجملة التانية التي فيها تكرار لكلمة إذن نعوض بهات إيت إذن تلك الطاولة نعوض بإيت لأن إيت تعوض لأشياء الغير العقلة أو حتى الحيوانات إذن ثم عندنا لمعج صوبانت ثم عندنا الصورة التالية ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ هذا هو كما لنقول قبع ستنشاب قبع تماماً ثم ستنشابه طبعا في اللغة لعدنا هذه قبعة إذن هذه قبعة طبعا تستعمل المؤمنة والمذكر المفرد نقول ثم تنشعر بعد نوع من المجبين هذا قبعة هذا قبعة ما هو هذا قبعة إنها السمع إنها السمع إنها السمع سمع إنها السمع إنها السمع إذن طبعاً ممكن أننا نقول إنها يد طبعاً this نقصد به هذه طبعاً في اللغة الفرنسية نقول نفس الشيء إذا قلنا إذن إنها يد لغة قال علينا أن this تعني هذه it كبل نقول هو أو هي ولكن لغا العاقل إذن عندما نقول this is a heart إذن هذه قبعة this is a heart إذن نقول هذه قبعة هذه قبعة وعندما نقول it is a heart it is a heart كما نقول هي قبعة it is a heart المقصود بها كما نقول هي قبعة هي قبعة طبعاً العبارتين this is a heart it is a heart ممكن جمع العبارتين في c'est un chapeau c'est un chapeau إنها قبعة نفس الشيء مع اليد نقول this is a hand هذه هي يد this is a hand أو نقول نفس الشيء كما رأينا it is a hand إذن نهاية دون أبراً كما نقول this is the thumb this is the thumb this is the thumb this is the thumb إذن هذه تسمى c'est c'est le pouce c'est le pouce إذن إبهام يسمى le pouce c'est le pouce يعني هذه قبعة يسمى le pouce إذن يسمى بلغة الإنجليزية the thumb ثم ثم عندما these are the fingers these are the fingers these are the fingers these are the fingers آه يعني هذه أصابع these يعني هذه تنتكلم عن الجمع كما لا نقول هما هؤلاء إذن نتكلم عن هذه الأصابع بالجمع these are the fingers هذه أصابع إذا ما نقول في اللولة This هذه ما نقول فيه These are the fingers هذه الأس في الآخر تتقرأ ثم عندنا This is my head إنه رأسي سمعت إنه رأسي سمتت This is my head This is The verb to be لكن نشوف من قبل كأننا نقول say طبعا هذه O.S.A يعني في الكامل كما نقول إذا This is my head طبعا نقول و بسرعي نقول This is my head This is my head L'image suivante qu'est-ce qu'on a ? This is my head This is my heart هذه هي قبلعتي This is my heart This is my heart This is my heart Lula This is my head This is my heart Lula و سمتت تنیا سمت شاپو لولا سمتت تنیا سمت شاپو هذا هو هو مرحب هذا هو مرحب تانيا هذا هو مرحب سما ؟ ثم او شابه سما و شابه ماهو اسمه ماهو اسمه ماهو اسمه قبعتي هي في يدي يعني أنا نواخده بيدي ثم طبعتي هي بيدي هي في يدي كما نقول نبقى نصدر داني ريماج كس كنا لولا تانية عدنا إذا اللولا قبعتي هي في يدي تانية قبعتي هي في رأسي فوق رأسي تانية فوق is يعني هي on my head فوق رأسي my heart يعني قبعتي my head رأسي it is on my head it is on my head it is on my head كما لو نقول بأنها هي فوق رأسي كما لو نقول أنها فوق رأسي غير هي النشي عاقلة طبعا سنرموزها بهد it it إذا ما نقول it is on my head it is on my head يعني هي فوق رأسي it is on my head it is on my head head it is on my head on my head on my head head on my head هذا it is on my head آه صفي سهلا هاندر المقصود بها الهد هاد المقصود بالرأس هاند هاد هاند هاد هو ماشي بحل بحل هاندره لا فيما يخصليد ما نقولوش it is on my hand ما نقولوش it is on my hand يعني أنا هي فوق يدي بل هي في يدي بل هي في يدي إذا نقول it is in my head it is in my hand it is in my head يعني أنا هي في يدي على العكس بالنسبة للرأس نقول it is on my head يعني هي فوق رأسي هي فوق رأسي إذن تنستعمل مع الرأس تنستعمل أم أما مع هذا أما مع اليد نقول إن لأن القبعة تكون في يدي إذن استألوف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله